على حسب المنتدى الاقتصادي العالمي حوالي 65% من الأطفال في المدارس الابتدائية اليوم بيشتغلون في وظائف ما موجود في وقتنا الحالي فكيف ممكن نستعد لهذا التغيير؟ وتم تأسيس جامعة سيدي صاحب سموشي محمد بن زايد الذكراء الاصطناعي لتقديم دعوة مفتوحة من الإمارات إلى العالم للاستفادة من الطاقات والإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكراء الاصطناعي وهذا يعتبر مثال عن الالتزام الدولة بتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين أجيار المستقبل سواء كان في دولة الإمارات أو في المنطقة أو في مختلف أنحاء العالم هذا كله بيرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لصناعات المستقبل الرائدة يتغير عالمنا بسرعة كبيرة جداً وفي جميع المجالات وبشكل طبيعي كل تغيير في ضبابية في الرؤية في دولة الإمارات وفي دولة الإمارات لدينا نخصف تلحل الممحلة على الشرقات في العالم وفي أسطنة نحن كذلك كانت دولة الإمارات التي يمتلكونين أو بعضية الأقبات التي تطاعتها بها اشتركوا في القناة